مرحبا أحباء الأطفال مرحبا الأهالي الكرام أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أنا اسمي ميس من إيرليون اليوم سنقوم بقراءة قصة جديدة وهي بعنوان الدبابة الأخرى سأريكم القصة هذه هي القصة هذه القصة هي من كتابة ورسوم مايكل تومسون هيا نستمع للقصة مع بعضنا البعض عنوان القصة الدبابة الأخرى تحب عائلة الكوالا تسميتها دبابة الكوالا فقط ولكنهم فوجئوا مفاجأة كبيرة عند وصول دبابة آخرين جاءت دبابة الباندا أولا قال الأب كوالا متدمرا أنا لا أحب شكل آذانهم قالت الأم كوالا حزينة أو أحذيتهم انظروا إلى هذه الأحذية قالت صغار دبابة الكوالا متسمين ولكننا نحب طعامهم إنه طعام لذيذ ثم جاءت بعدهم الدبابة البيض قال الأب كوالا غاضبا إنني لا أحب شكل مخالبهم وقالت الأم كوالا متدمرة أو معاطفهم إنها ليست جميلة قال صغار دبابة الكوالا ضاحكين ولكننا نحب مرخهم إنهم مرحون جدا ثم جاء ثالث الوافدين الدبابة السود قال الأب كوالا شاكيا إنني لا أحب صخبهم قالت الأم كوالا باكية أو زيهم الموحد إنه ليس جميلا لكن صغار دبابة الكوالا قالوا هاتفين ولكننا نحب غنائهم ثم جاءت الدبابة البنية قال الأب كوالا ساخرا إنني لا أحب شكل أسنانهم قالت الأم كوالا كشرة وهذه القبعات قال صغار دبابة الكوالا ولكننا نحب الاستماع لقصصهم ثم جاء آخر الوافدين دبابة الشمس قال الأب كوالا حزينا إنني لا أحب دراجاتهم قالت الأم كوالا حزينة أو مظلاتهم انظروا إلى مظلاتهم لم أحبها قال صغار دبابة الكوالا ضاحكين ولكننا نحب ألعابهم أصبح كل من الأب والأم كوالا في غاية التذمر ويبدو أنهما لا يحبان أي شيء على الإطلاق لم يعجبهم أي شيء ولكن بعد ذلك ينظروا ماذا حدث ذهب كل غضبهم وهم يشاهدان صغار اللي كوالا يلعبون لأنهم مبسوطين وفرحين كان الأب والأم أكثر سعادة بجميع الدبابة الصغار لأن باقي الدبابة كانوا موجودين معهم الآن هذه هي نهاية القصة أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت أعجابكم حيث أن هنا الأم والأب كوالا يشككون في الدبابة الأخرى لا يحبون دبابة الباندا ولا يثقون بالدبابة القطبية يقولون الدبابة السوداء صاخبة والدبابة البنية لها أسنان كبيرة ولكن كل تدمرهم يزوب عند مشاهدة صغارهم الدبابة كمهم فرحون عند اللعب مع الدبابة الأخرى هنا الكاتب ماذا أراد أن يقول هنا الكاتب أراد كتابة هذه القصة الدبابة الأخرى للأطفال بهدف الاحتفال بالتنوع بين المجموعات الثقافية المختلفة مع تصليء الضوء على الأشياء المشتركة بيننا جميعا في البلدان المتعددة الثقافات مثل كندا ننعم بالطعام والملابس والموسيقى والقصص من جميع أنواع أنحاء العالم بسبب تعدد الثقافات فيها ولدينا حقا فرصة للتعلم من المجموعات الثقافية وعادات البلدان الأخرى من الممكن أن نعلم أطفالنا من خلال قراءة هذه القصة أن ننظر أولا إلى التشابه بين الأفراد ونغض النظر عن الاختلافات نعلمهم التسامح والرضى وتعدد الثقافات كم هي مهمة فإنها حقا إنها قصة رائعة عن التسامح وقبول الآخر أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر